انت النهاردة كصاحب عمل بدفع 3% مباشرة ده من جوه من جوه فلوسك انا بتخصم مني واحد في المية يعني حضرتك انا صاحب عمل ومتعاقد معناك ان انت بتاخد مني عشر تلاف جنيه في الشهر كويس انا بمجيب امبضك اول الشهر عشر تلاف جنيه اعمل فيهم ايه تخصم منهم واحد في المية اللي هم ميت جنيه وانت صح انت بقى من نزاميتك انت ايه ايه عشر تلاف واحد في المية ميت جنيه ايه معناك انت موجه اول في ميت جنيه انا حقسم ميت جنيه من حضرتك وحط عليهم تحط عليهم بقى تلتميت جنيه تلتميت جنيه اه ووردهم وفيه اصابة عمل تأمين اصابة عمل ميت جنيه كمان ميت جنيه كمان تمام خلاص فانت واقف عليها بخمسمية يا رئيس ده للتأمين الصحي ايه انت واقف عليها كعمل عندي بخمسمية جنيه للتأمين الصحي للتأمين الصحي لان حياتك بتقضى عشر تلاف جنيه. حلو. لا حضرتك. انا بقى بقى عشر تلاف. انت بتفع لي عشر تلاف جنيه. مزمور. نيجي بقى القانون ده. ده ده انا كده كعامل هدفع واحد في المية. ما كملتش العامل بقى. ده لسه في تاني? اه. العامل بقى هنا. اه. لو انه يعني انا بفترض انه هو عنده بقى اسرة. اه. والقانون ده حط واحدة تغطية هي الاسرة. يعني ما ينفعش تاخد نانا. تمام. النظام ياخد نانا. انا ومرتي ولادي. انت عاملاتك. السؤال لازم حياتك تغيب عليها. زوجتك بتعمل ولا تعمل? اه. بتعمل خلاص. هي مع صحب العمل بتاعها. طب لا تعمل. لو بتعمل. ما ليش علاقة بيها خلص? ما لكش علاقة بيها. هي مع صحب العمل. مش بانت حدفع لها واحد في المية? لا لا. مش مش هي. يعني الزوجة ازا كانت بتعمل يبقى بيتخصم عن طريق شغلها هي. كله. اي كلها. اه اصلا المرة انا بتهايلي. لا لا لا. انا حدفع لها لو لو بتعمل واحد لو ما بتعملش تدفع ثلاثة. لا لا. لو بتعمل ما ليش علاقة بيها? ما لكش علاقة بيها. ممتاز. طب لا تعمل. اي بقى انت تتحمل المسئولية هتدفع ثلاثة في المية. عن زوجتي اذا كانت ربط منزل. اذا كانت ربط المنزل. خلاص? تمام. والابناء. اه. كل طفل واحد في المية. سواء بيعمل او ما بيعملش. لا اما هو طالما في الاعالة. يعني ايه في الاعالة? يعني دون سن المدرسة او في سن المدرسة او في الجامعة. واحد وعشرين ايه. حتى لو ان هو خلص. اه. وما زال اه مفيش شغل. طالما انا بقوله. يبقى برضه هتتحمل انت الاشتراك بالكامل.